ساعاته انت بتستخدم الجهاز بتاعك بتبقى محتاج ان الماوس مايشتغلش او الكيبورد مايشتغلش مثلا انت عارف ان هيلعب فيه طفل دلوقتي او عندك حيوان قليف او حاجة بالحالة دي تعمل ايه؟ اهلا بك نفي دي ايه عاملة اضافة يعني رائعة جدا انا كنت شرحت شرح شامل عن اضافات نفي دي ايه وتكلمت عنها قبل كده الاضافة دي اسمها امبت لك تمام؟ غلاق الادخال الاضافة دي جميلة جدا لان هي بتسمح لي بمنتهى البساطة اللي في الدنيا ان انا عندي اختصار على الكيبورد اقفل بي الكيبورد والماوس وشغلهم تاني وقت ما انا عايز زي ما انا قلت كده لو انت عندك اطفال بيلعبوا في الاجهزة حتى لو انت مسلا uh عندك حيوانات اليفة لاو حاجه زي كده نفترض مسلا انت دولتي بيدكتفي ملف وورد او سيب الجهاز يحمل على يعني يحمل حاجة معينة ويدوس الزرار اللي انت عارت بالبوازل داني. عايزين نضمن ان محدش يدوس الزرار ده. نعمل ايه? انا في حالتي باستخدامها لان اا. عدد من قريبنا يعني اطفال صوارين بيحب يضغط على صريح اللابتوك جدا. وانا بكون بيشتغل عليه. بس انا عايزة خليه يضغط ولو لمدة مثلا اا. خمس ثواني. بس عشان هو بيبقى مبسوط. فالحل ايه اقفل الانبوت بالشكل ده. واستخدم واخليه هو يدوس وبعد نفتح الانبوت تاني. فهي دي الصفحة بتاعت الاضافة. هتلاقيين يساوي لك طبعا الصفحة دي موجودة في الديسكريبشن بتاع الفيديو فعندك دي هي تلاقي النسخة. بيقول لك هنا من الفين وتمنتاشر بوينت تلاتة لحد الفين وتسعاتاشر بوينت وينتسعاتاشر بوينت وينتسعاتاشر بوينت وينت تمام? هنا اللي هي النسخة السابتة او اللي قدر استخدامها لكل الناس. ساعات بيقى في بيتا بس هي مش هنا. هتدوسها دي. هلتقدمها هتقلبها بالتاب. اهو هنا. هنا بيقول لك او هنا بتحمل. او هنا بيقول لك انت تقدر تقفل كل حاجة. خلاص التحميل. ولك تقدر تقفل اللي هو عارفين السطر البرايل والحاجات اللي من النوع ده? او الشاشة البرايل او الحاجات كل الحاجات دي. تقدر تقفلها وتقفل اللوحة وتقفل الماوس باختصار. والجهاز هنا. والجهاز هنا بيقول لك ان اللاك ده او مش لك. يعني الانبوت تتقفل ولا لا? اوكي? هنا بيقول لك عشان تبقى فاهم ادني يمشي ازاي. الشورتكوت كنترول بلاس الت بلاس دل. كده كده بستخدمها حتى لو الكمبيوتر مقفول. لسبب بسيط لان انت ممكن الجهاز يكون علق اصلا. انت عايز تفوق التعليق فما ينفعشي الشورتكوت دي يشيلوها. بس بيني وبينك مسلا ما يعني لو طفل بيلعب او قط عندك في البيت او حاجة عمرها ما هتدوس التلات زاردون مع بعض بالشكل ده. صح? ده الفكرة. ودي ما ايضا الحاجات اللي لا علاقة يعني بالنسخة نفسها. فممكن تقرع عنها بلحتك. دلوقتي هي تنزلت عندي. هلأ اسمع كده. طبعا هتثبتها على حسب بتاعك لو كان نسخة محمولة او لو نسخة عادية. فهتلاقي طبعا نسيب لك رابط هنا. يعرفك ازاي تثبت النسخة يعني تثبت الاضافات للنسخة المحمولة وللنسخة المثبتة. وغير كده كمان ازاي تقدر تجيب اضافات جديدة. فده يعني. اوكي. فدلوقتي احنا حملنا الاضافة. خلينا نشوفها كده. طبعا نسامع سوط الانضافة. بخش او التفضيلات. وبعدين ساتنج. لو انت مش عندك دي بقى اكيدا انت الانفيديا بتاعك اقدم. طبعا لازم تحدث. وبرضو عندي فيديو كامل بيشرح موضوع التحديث. بص هو هتلاقي قيمة تشهيل اسمها انفيديا ايه شراحات البرنامج. ممكن تبصي فيها. اه اه. بتعرف ان ايه هنا. هنا دي اعدادة بسيطة له. هنا بيقول لك بلوك ماوس اقفل الماوس لما الانفيديا اشتعل. دي حلوة بقى. يعني افطرد ان ده مسلا بسخدمش الماوس خارس. وجوده في حد زيته ده هيشتتك وهيتحرك وهيعمللك بلادي. فكده ده بيخليه ما ايه اشتغلش اصلا. وهنا بيقول لك بتقفل الكليكس او الضغطات لما الاضافة تبقى مفاعلة. بس. بس خلص. خلينا اوريك بقى بتحصل ازاي. انا هنا مثلا. فتح لك او هالو وورلد وبكتبها. خلينا اقفلك. انا حتطلق اختصار ايه. انسرت اللي هو زرار انفيدي ايه مع حرف الال. انبوت لاكت. اهو انبوت لاكت. بص بقى. انا دراتي بقى ضغط على الكيبورد. اتمنى يكون الصوت واضح لك. وما فيش اي حاجة بتحصل خالص. انت لسامع الانفيدي اي بيقول حاجة ولا انت سامع الجهاز بينطل. وده الماوس اهو. ولا اي استجابة خلص. هلو? ده جميل جدا. نرجحها تاني ازاي? اي زرار مش هي رجح. انسرت وقال. يبقى انبوت انلوكت. تمام? هتمسح. هتكتب اهي بتكتب اهي. عدي ازيان. طبعا هتخش هنا وتعملها انت اختصار. لو هي مش موجودة انتك. لان بعض نسخ انفيدي ايه. ما بتعملش اطماتيك لي يعني. فانت بتضطر تخش. الانبوت جسترز. وبتعملها اختصارها. اهي. 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 انا عندي انفيدي انجليزي. لو عندك عربية هيبقى. اصنل الكلام ده عربي. اوكي? بشوفوا لي رايحة. اهو. اهو. يعني اي و ال هما اللي بيشغلوا وبيوقفوا الاضافة دي. يعني سواء الكيبورد ده كان ديسك توب. كمبيوتر او لابتوب. زي اللي انا بشتعلي دلوقتي. فبس هو ده كان الاضافة بتاعتنا. سدان الاضافة دي ده اكتر مما تتخيل. اضافة صغيرة جدا. لكن ضرورية جدا. واكيد انت قادر تتخيل لها استخدامات في خيالك دلوقتي. عشان ما تقولش عليك. هي دي كانت اضافة النهاردة. اتمنى اتعجبك. لو عندك اي اضافة تحب تقترح لنا. ياريت تقولي في الوصف بتاع الفيديو. اه في التعليقات تحت الفيديو. ولو عندك اي سؤال او اقتراحات او اي حاجة عاستقولها تفضل. تندق التعليقات موجود. وبقى الله اعمل لايك للفيديو عشان تحمسني ان انا اقدم لك فيديوهات تانية ودوس او مشاركة للفيديو عشان كل الناس تقدر تستفيد. وتستخدم معنا الاضافات الجميلة بتاعتنا. ودوس سبسكرايب او اشترك في القناة لو عايز فيديوهات اكتر. وفعل زر الجرس عشان لما انامل اي فيديو جديد يوصلك. كان معكم احمد سيمي. سلام عليكم.